يا حياتي يا طلاه لما تيجي تتكلم نجيب بقى القدرات ادي احنا اتكلمنا على الضغط العكسي ودي اهم ميزة كلها اختاروا بسببها وتعال بقى نشوف وقفته الدفاعية الضغطية العكسية ونعرف بسرعة عشان عارف انت ايه طلاه ما فصت في الساحب الوقت بيجري منك معي تلا تداي فالضغط العكسي شرحناه من شوية تعال نتكلم بقى على الحالة الدفاعية والراجل وقفته الدفاعية وبالخروج بالكرة من على الخط سواء بتشتيه تكمل إلعب الفيديو على طول سواء بالخروج بالكرة سواء هو اللي داخل ضغط انسايد ده وهو اللي بقدر يشتغل جوه ده من الكريم سواء في الضغط العكس سواء الهجمة من ناحيته والجناح نازل تحته ودي دايما بيعملها مرشي الكولر بيرجع بخمسة وراء او ان هو محتاج ان اللاعب الظهير بتاعه بيجد الأدوار الدفاعية جوه الثمانتاشر فهو راجل مش طويل قوي 178 سنتي لكن الراجل التيك اوف بتاعه ممتاز راجل التحاماته سواء الهوائية والأرضية الهوائية قال لي طبعا لكن الأرضية التحامات قوية جدا الراجل دي بقى القدرات الهجومية بتاعت الراجل انه هتلاقي دي لسه احنا في الملف بتاع القدرات الدفاعية الراجل حتى النقطة اللي كان بيكلم عليها بس من شوية قدرته على الخروج بالكرة وهو موجود على الخط لان دايما الخط احنا نطلق عليه هو منافس زيادة الخط دايما بالنسبة لك منافس زيادة فقدرتك على الخروج بالكرة التحامات قوي جدا في التحامات دون ارتكاب أخطاء فالراجل شرس جدا يا كريم في اي حتة من الملعب فالراجل على سعيد القدرات الدفاعية هو نموزن تغطية عكسية التحامات أرضية أو هوائية القدرة على التمركز ولقوف الصحيح في خط الدفاع فالراجل على سعيد الدفاع هجوميا تاني هقول نقطة مهمة جدا هو مش علي معلول هو افضر ضهير ايسر دخل القارة دي في السنوات العشرة الأخيرة لكن هو هجوميا عنده حلول مختلفة وأنا بشتغل على اللاعب جبت له لقطات قديمة وجبت له لقطة مماتش جبت مباراة سبارتاك موسكو الأخيرة شهر خمسة اللي فات مباراة كاملة عشان فرق عليه في مباراة كاملة الراجل بيدخل جول 18 كريم ده الجول بالمناسبة سبارتاك موسكو واحد من الفرق الكبيرة جدا في روسيا سوتي واحد من الفرق الصغيرة كسبوا المباراة دي 1-0 وراجل بيكمل لحد فينا كريم بيجيب الجول من جوا الستة مين بيعمل أدوار دي في النادي الأهلي علي معلول علي معلول بيقدر نيود صلى حد المناطق دي بيدخل إنسايد بيقدر يشتغل على الطرف بيقدر يعمل كروسز بشكل مظبوط بيعدي واحد على واحد بشكل ممتاز زي اللي قطات اللي بتتعرض دلوقتي عنده ميزة مهمة جدا إنه لما يكون فريقه راجع لورع كريم هو عنده القدرة أنه يعمل الترانزيشن بأون ران حطت رجله على الكرة ويقطع عشرين وتلاتين متر ودي مشكلة كبيرة مش موجودة عند لعبة كتير في الكرة المصرية الكرات الطولية عنده بيعملها بشكل ممتاز رجليه على المرمى مظبوطة جدا ده هدف سجله بعد خروج الحارس فبتتكلم على إن الراجل سواء تصويبات من خارج التمنتاشر فالراجل هو راجل متنوع جدا هجوميا هو مش بروفايل عالم علول أبدا لكنه متنوع جدا هجوميا ضربات سابتة تصويبات كروسات بنتريشن داخل التمنتاشر فتتكلم على الراجل عنده حلول كتير هيدى حلول كتير قوي ممتاز لمارسين كولو